ثم قال ذروني ما تركتكم هذا نهي عن هذا النوع من الأسئلة نهي عن هذا النوع من الأسئلة ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم أو هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ذكر عليه الصلاة والسلام أنه هلك من كان قبلنا بأمرين بكثرة السؤال كثرة السؤال وسمحان الله كثرة السؤال في الغالب في الغالب أنها تدل على عدم الرغبة في العمل دعوني أضرب مثالا الآن لما قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة الدين النصيحة ماذا قال الصحابة لمن يا رسول الله جاهزين للعمل جاهزين للقيام بالنصيحة لمن لكن أرأيتم لو أن شخصا سمع الحديث الدين النصيحة قال هل الدين النصيحة كله لماذا قال الدين النصيحة لماذا لم يقل الدين كذا ويأتي بافتراضات هذه تدل على ماذا أنظر الفرق بين الراغب في العمل وبين الذي يسأل سؤالات كلها تكلف تدل ما عدم الرغبة في العمل تدل على عدم الرغبة في العمل هناك أسئلة تدل على همة عالية وترى ذلك في في هدي الصحابة رضي الله عنهم في سؤالات في سؤالاتهم للنبي عليه الصلاة والسلام ومن الناس من يتكلف سؤالات يظهر من سؤاله عدم الرغبة في العمل عدم الرغبة في العمل قد قال عليه الصلاة والسلام ما ظل قوم بعد هدى كانوا علي إلا أوتوا الجدل أسئلة وافتراضات وأشياء من هذا القبيل وزهد في المقصود الذي هو العمل والتعبد والتقرب لله سبحانه وتعالى فهذا دم لكثرة الأسئلة دم لكثرة الأسئلة قال كثرة سؤالهم والأسئلة لا تذم مطلقا بل مطلوبة الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إن كان يشكل عليك في أمر دينك مسائل لو كانت عديدة تريد الفقه في دينك وانتقيت بعالما بعالما أو فقيه أو نحو ذلك فسأنته الأول والثاني والثالث متفقها في دينك لا يذم ذلك وتجد في بعض كتب المتقدمين السؤالات يعني يحررها الطالب سؤالاته لآئمة أهل العلم مما أشكل عليه فيجد جوابه الشافي عندهم فيجمعه لنفسه ولغيره في كتاب هذا نافع جدا لكن الأسئلة التي تذم الأسئلة التي فيها زهد في العمل تدل على زهد في العمل الأسئلة التي فيها تكلف وتنطع وتعمق هلك المتنطعون الأسئلة التي يراد بها إثارة الشبهات هذا ضرب من الأسئلة سيء جدا يعني يسأل ليثير شبه ليشوش على الناس أيضا من الأسئلة الفاسدة الباطلة أن يسأل ليظهر نفسه ما لقصد في العمل ولكن ليبرز نفسه يتحرى مثلا سؤالا يبحث عنه بحثا دقيقا حتى يعجز من أمامه أن يجيب عليه فيظهر نفسه أنه عنده قدر من العلم ليس عنده غيره هذه كلها أغراب فاسدة في الأسئلة أغراب فاسدة في الأسئلة السؤال السؤال إنما يصح إذا قصد به أمرا إذا قصد به أمرا اجتمع في وفد عبد القيس عندما جاءوا لي للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله مرنا بقول فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة هذا السؤال النافع أن يسأل المرء لا يعمل ويدخل الجنة ويسأل حتى يعلم الناس ويفقه الناس في دين الله حتى عد من الأسئلة النافعة الأسئلة التعليمية يعني تسأل عالما سؤالا أنت تعرف جوابه لكن تشعر أن في المجلس وناس لا يعرفون الجواب فتريد النصح لهم مثل ما في الحديث هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم أتاكم يعلمكم دينكم جبريل كان يسأل فقط وصف النبي عليه الصلاة والسلام تلك السؤالات بأنها ماذا تعليم للدين قال يعلمكم دينكم ما زاد على أسئلة فقط فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يعلمهم دينهم أي بهذه الأسئلة فهذه من الأسئلة النافعة يسأل المرء عن شيء هو يعلم جوابه لكن يشعر أن في الحاضرين من هو بحاجة إلى هذا الجواب حتى ينفع الناس وفي المتقدمين من سأل بعض الأئمة من سأل بعض الأئمة سؤالا فحرر له الجواب في كتاب وهذا كثير جدا وبقي الكتاب نفع للأمة ويكتب لذاك السائل الذي لا يعلم من هو إلا الله لأن بعض الكتب تجد في المقدمة سألني سائل أو من لا استطيع رد جوابه أو الشام ما تدري منه لكن الله يعلمه وله أجر هذا الخير الذي جرى في الأمة وحصل نفع في الأمة أضرب لكم مثالا لطيفا الأمام المنذري صاحب الترهيب والترهيب كتابه في الترهيب والترهيب جامع حافل جدا من أجمع الأحاديث لباب الترهيب والترهيب في مجلدات أربع كبار طبع قديما في أربع مجلدات أربع كبار يعني كتاب ضخم واسع جدا واحد من إخوانه أشقائه قال له اكتب لي في الترهيب والترهيب كتاب مختص أحفظه وأنتفع به يعني كان ما عنده نشاط يقرأ هذه المجلدات وقال اكتب لي فكتب له تحفة المتعبد كتاب بهذا العمان تحفة المتعبد وشرحناه هنا في هذا المكان تحفة المتعبد جمع فيه تسعين حديثا كلها صحة ورتبها ترتيبا من أبدع ما يكون ونفع الله سبحانه وتعالى بهذا الكتاب نفعا عظيما وسببه سؤال سؤال أخيه له فبعض الأسئلة فيها بركة بعض الأسئلة فيها بركة عظيمة جدا وبعض الأسئلة خبيثة سيئة يعني ولهذا ينبغي على المرء أن ينتبه لمدل على هذا الحديث كثرة سؤال يعني هذا فيه ذنب لنوع من الأسئلة حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام ترجمة نانسي قنقر